وأيضا ما زلنا مع زيارة الرئيس الصيني إلى فنلندا وبشأن هذه الزيارة أيضا قال المتحدث باسم الخارجية الفنلندية والمسؤول عن دائرة أمريكا وأسيا قال في مقابل خاصة مع مرسلة سي سي تي في أنه مصر جدا بقيام رئيس الصيني شي جيمبينغ بزيارة الدولة إلى بلاده مضيفا أن البلدين قم علاقة التعاون التقليدية والعملية وآرب عن عملي في تميات العلاقة على نحو أكثر في المستقبل كان سيد كيمو قطول منصب كونسل في سفارة فنلندية لدى الصيني لسنوات عديدة فهو يعرف الجيدة الصيني وعلاقات الصينية فنلندية كان الرئيس الصيني قد زار فنلندا قبل 22 عاما ومن هذه الناحية فإن زيارة رئيس شي تأتي في لحظة تاريخية كما يصادف العام الجاري الذكرى المئوية لاستقلال بلادي والعلاقات بين الصين وفنلندا مخلصة وودية لذلك نحن مسرورون جدا بزيارة رئيس شي يذكر أن العام الجارية يوافق الذكرى السابع والسيتين لإقامة علاقات ديبرماسية بين الصين وفنلند مع العلم بأن فنلند بأوائل الدور الغربية التي اعترفت بالصين الجديدة وأقامت علاقات ديبرماسية معها كما أنها أصبحت الأول دولة غربية وقعت على اتفاقية تجارية على مستوى الحكومة مع الصين الجديدة وفي عام 2013 قام رئيس فنلندي سوري نينيستو بزيارة إلى الصين حيث توصل رئيس بلدين إلى توافق هامين يتمثل في بناء الشراكة التعونية الجديدة مواجهة نحو المستقبل ودفعها إلى الأمام مما أشار إلى اتجاه تطور علاقات بين بلدين باستعراض التاريخ ترجع الصداقة الصينية الفنلندية إلى عام 1950 أما الزيارة الحالية فتتحلى بمغزى مميز في الجوانب الكثيرة بالنسبة إلينا مثلا سترتقي الشراكة التعاونية بين البلدين إلى مستوى جديد وسيتم توقيع بعض الاتفاقيات الهامة خلال فترة الزيارة طبعا تعتبر هذه الزيارة فرصة ذهبية لمناقشة الشؤون الدولية والعلاقات الثنائية بالنسبة إلى قادة البلدين